في شان لبنان دائما انهارت أجزاء جديدة من صوامع القمح في مرفأ بيروت في ساعة متأخرة من ليل الأحد بعد حريق استمر لأسابيع وزادت درجة الانحناءات في الجهة الشمالية من الصوامع وهو ما تسبب بسقوط أجزاء منها بدأ الحريق قبل أسابيع ليتسبب في سقوط تدرجي لصوامع الشمالية في منهارة أجزاء إضافية في صوامع القمح في الرابع من الشهر الجاري بالتزامن مع ذكرى الثانية لانفجاره